خيمت السجالات على أعمال جلسة مجلس الوزراء وكان أبرزها ما حصل بين الوزيرين أشرف ريفي ومحمد فنيش على خلفية تصريح الوزير ريفي باتهام حزب الله بطبيض الأموال والتهرب من الضرائب فرد فنيش بالقول إذا كان لديك ملفات فلتحول إلى القضاء متهما ريفي بأنه إما متواطئ أو لا يعلم بالملفات أو أنه يقوم بحملة افتراء فيما أشار ريفي إلى أن الجميع يعلم بما يحصل في المرفأ والبضائع التي تمر من دون رسوم وتفتيش وكان ريفي أكد أيضا ردا على موضوع الحوار بأنه مع الحوار وسيساهم ويناضل من أجل السير نحو الدولة وإلغاء الدولة لأننا في حكومة ائتلافية وربط نزاع والدولة التي ننشدها هي دولة القانون والإنسان كما قال هذا السجال أدى إلى حصول توتر كبير داخل الجلسة ما حمل رئيس الحكومة تمام سلام على تهديئة الأمور وساهم بذلك أيضا وزير الداخلية نهاد المشنوق من جهة أخرى حصل نقاش موسع أيضا حول موضوع توقيع المراسيم التي يجب أن يوقع عليها رئيس الجمهورية والذي طرحه وزير الاتصالات بطرس حرب وسنده في رأيه أحد عشر وزيرا وذلك على خلفية المراسيم التي صدرت في الجلسة السابقة تناول المجلس موضوع اللبنانيين المبعدين من دولة الإمارات العربية المتحدة فأشار دولة الرئيس إلى أنه بحث هذا الأمر مع رئيس حكومة دولة الإمارات بالنسبة للتدابير المتخزة أنه سيتم متباعتها وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الإماراتية للوقوف على ظروفها وأسبابها الموافقة على طلب وزارة الخارجية ترشيح قبول ترشيح سفراء أجانب لدى لبنان ومن بين 51 بند جرت مناقشة 33 فقط فيما تم تأجيل موضوع حالة جريمة ابتدعي على المجلس العدلي لمناقشته مع الأهالي أما فيما يتعلق بالموازنة والذي طرحه وزير المال علي حسن خليل فقد تم تحديد جلسة استثنائية لمناقشتها في السادس عشر من نيسان المقبل لا يزال تضامن الوزري هشا بعض الشيء إذ أنه على الرغم من الالتزام بآلية عمل مجلس الوزراء الجديدة إلا أن السجالات التي تحصل وخصوصا ما حصل بين الوزيرين ريفي وفنيش يؤكد أنه في كل مرة الحكومة تخرج من مطب قد يؤدي إلى ارتدادات سيئة على عملها من السراء شهير دريس تلفزيون المستقبل